السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مظهر ان ان شاء الله نتكلم على السبب اخفاء عدد المشتركين وهو خيارات بامكانك اختيارها باخفائها او ظهورها ولكن ما يهمنا هو في التحديدات الجديدة حصلت تغييرات بدل او تحويل الارقام من منظومة رقمية الى رمز بما يسورنا بالانترنت وسوف اللحظة ان شاء الله الطريقة ونظر لكم التحديدات التي ظهرت بالضبط لكن ليس لها اي مشكلة او تغيير او اهداف عكسية غير جابية بالنسبة للقنوات فهذا يتطلب على حسب مجهود مستوى لصاحب القناة ومشكلة القناة لدينا ايضا هناك في وضع توسيعي لفكرة توسيعات فكرة المنشئ للقناة او المحتوى الخاص بالفيديو نوفر لكم طريقة اخرى وهي الترجمة التلقائية ليس مناسبة لماذا؟ لان هناك ترجمة قد تكون مختلفة بطريقة عشوائية قد تحدث امور مختلفة تماماً عن ما هو المقصد مما يثير النزاعات او النزاعيات من خلال المشاهد فنتمنى ان لا تستخدموا هذه الترجمة التلقائية اذا كان لكم الخبرة بإمكانكم عرب الترجمة جدوياً من خلال استخدامكم خلال عملية القيام بالمنتاج الخاص بكم من خلال على طبعاً البرامج المتاجية كلا يعني انواع من هذه المتاجات فهذا يسهل لانك تقوم بتأكيد الترجمة بطريقة صحيحة وليست مضرة حتى لا يضر مستوىك في القناة وقد تؤثر عليك امور عكسية طبعاً لا تخاف عقبها كما يقول فنلاحظ مشكلتنا هنا في عضل على المشتركين هناك تغيير التحديدات التحديدات ليست فيها اي مشكلة تماماً ولا فيها تخوف وانما عملية استجلاب تغيير الارغام الى امور رمزية حتى يظهر لنا كما نلاحظ هنا مزيد من المعلومات بمكانك يظهر مزيد من المعلومات تحصل هناك خيارات آخر التغييرات طبعاً هذه امور يعني ليست فيها اي مشكلة وسوف نعرضها كما تلاحظون هنا وتتابعونها عن كذف بطريقة مباشرة حتى تستوعقوا مما هو موجود في الواقع اشاهد كل لكم حسن المتابعة من المطور الأستاذ جمال هيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة